مقرر الجزء لقراءة ملخص سيرته العلمية شكرا جزيلا الدكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور علي محمود مصطفى أبو الخير تولد مصر المنصورة عام 1955 التحصيل العلمي دكتورة في التاريخ الإداري ولعل طروحته هي في التاريخ الإداري في مصر المملوكية العمل الحالي نائب مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث عنوان السكن الحالي جمهورية مصر العربية النشاطات العلمية له العديد من المقالات العلمية والثقافية في جريدة الإهرام والدستور والوفد والمصري اليوم والمحج اللبناني والمصباح العراقية وله الكثير أيضا من المؤلفات والمقالات العلمية نستقبله ليلقي ملخص بحثه بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أصلي وسلم على سيدنا ورسول الله وعلى آله الطيبين الطافرين قولوا معي اللهم صل على محمد وآل محمد لن أطيل عليكم فقد سبقني إخوة أخذوا من وقتي يبدو حوالي نصف ساعة ولذلك سأعطي لمحة سريعة عن الدراسة التي قدمتها تحت عنوان الدور التربائي والثقافي والعقلي عند الإمام موسى القاظم عليه السلام وعندما نكتب عن الإمام موسى القاظم فإننا نكتب عن الإسلام نفسه عن الإسلام نفسه بما فيه من ثقافة إنسانية برؤية قرآنية ممتدة الجزور من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مع الأئمة المعصومين بداية من أمير المؤمنين علي عليه السلام ثم زرية المعصومة من الأئمة الذين يحرصون الدنيا من أجل وراثة الأرض للمستضعفين والزرية المعصومة سلسلة من الأنوار الإمامية ومنهم الإمام موسى القاظم عليه السلام بما فيسارته من روحانية وإنسانية ويسير المملوء بدماء الشهداء وهم كما قال عنه بلاستاذ عباس محمود العقاد في كتاب عبقلة الإمام قال علي وبنوه يجري تاريخه وتاريخ أبنائه في سلسلة طويلة من مصارع الجهاد والعزيمة يتراؤون للمتتبع من بعيد واحدا بعد واحد شيوخا جللهم مقار الشيب ثم جللهم السيف اللازل يرحم أو فتيانا عجلهم في نظرة العمر يحال بينهم وبين متاع الحياة بل يحال بينهم وبين الزاد والماء وهم على أحياض المنية وعندما ندرس فنسات الأئمة الأوصياء لا نبكي عليهم من داخل الزيت فقط من أجل أنفسنا وإن كانت الجانب الإنسانية مما تجري الدموع مضرارا فإنما نبكي أيضا على الإسلام وعلى الواقع الإسلام الذي حكمه المستبدون الطغاء الذين نفذوا تلك المعاسي التي لها جبين الإنسانية حيث أنهم قتل أولياء الله والتهد وعباده الصالحين الذين هم في مستوى الخيادة للإسلام والمسلمين لقد ورس الإمام القذب العلم الذي يمثل الإسلام الحقيقي ولولا موقف الإئمة الأطهار لضعت كل قيل من الإسلام حتى على المستوى الفقهي وملت الله بأمة محمد رسول الله أن جعل الإمة الثنى عشر إماما بعد إمام من أول أمير مؤمنين حتى الإمام الحجة يتورسون العلم والإمامة وتمثيل الإسلام ودفعوا السمن من دماءه الزكية طوال تاريخ المسلمين عاش الإمام من بعد الدولة النموية حتى منتصف الدولة العباسية مرورا بالدولة الأموية وكلها دولة طغية لم يقتصر الأمر على الطغيان بل تصدى الإمام أيضا لحركات الإلحاد والزندقة وأساس العلوم الدفاع عن الإسلام كما قاموا بدولة تربوية ثقافية في عصرين وفي الأدوار الباقية أن الفترة التي عاشها الإمام القذم كانت من أكثر الفترات التي عاشها المسلمون فقد تصربت للحاد والزندقة ونشأ الغلو وكثرت الفرق الكلامية التي حملت أراء وأفكار اعتقادية شتى وتعدلت مزاهب الفقه ودخلت علوم جديدة في استنبطة الأحكام والسخرجة كالمنطق والفلسفة والكلام وعلوم اللغة هذا الإمام يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويربط الإنسان بالإنسان ويربط الإنسان بمسؤوليته عن الحياة كلها فلا يكون مجرد شخص يعيش في سجل ذاته ولكنه يشعر بأنه لا بد من أن يعيش في حجم العالم كله لنمي طاقاته بالمستوى الذي يستطيع أن يكون فيه عالمية لأن الله تعالى أرادنا أن نقتدي برسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله السؤال الحسن ومن هذه النقطة كتبنا هذه الدراسة في سلاسة محاول المحور الأول هو الظروف السياسية في عصر الإمام الكاظم خاصة والمحور الثاني دور الإمام الكاظم عليه السلام الطربائي والثقافي المحور الثالث الخطاب المعرفي عند الإمام مصر الكاظم قبل ذلك نشير إلى سياسة سياسة كاظم الغيز الإمام الكاظم مشهر عنه أنه لقب بالقاظم لأنه أعطى خجارياته والتي أسعت إليه دون قصد قالت له والكاظمين الغيز قالت كظمت غيزي ولا عفونا عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحتنين فأطلقها لحرة لوجه الله هذه قصة حقيقية وهي بالطبع تشير إلى نبت الإمام الكاظم والأئمة جميعا ولكن سياسة كاظم الغيزي أيضا لها دور سياسي رحبت للأفق في خلقه كان يحصن إلى من أساء إليه وأعفى من اهتدى عليه وأتعسى صدروا لهم كان يعلمهم كيف يحبوا الإنسان والإنسان بغض النظر عن التعقيدات التي يمكنها أن تتحرك هنا وهنا كان الإمام موسى بن دعفر عليه السلام يواجه الغيز من كل الذين ليحترمون أنزل رجاء الحضور في القاعة أرجو التزام الهدوء لأنه يستمع فكلنا أدان صاغية للضيف الكريم القادم من مصر ليلقي بحثه رجاء الالتزام بالهدوء وعدم المحادثات الجانبية شكرا جزيلا والأخوة الأفاضل الكرام شبعوا من كلمات الذين كانوا من قبلي فجيته أخيرا ودائما لا يترك الأولون للآخرين شيئا على كل حلان أطيل كثيرا كان الإمام يواجه الغيز من كل الذين لا يحترمون إنسانية الإنسان ومن كل المستكبري في الأرض الذين يعيشون على أساس الحقل والعداوة والبغضاء وليك الذين يعرفون معنى الحب ولذلك فهم يعملون على أساس أن نقسم وعلى نقديم ضد طيبين ولكن الإمام كان يكزم غيظة فلم يتحرك برد فعل سبب الأمر كزم الغيز مرادفا للصب ولكنه ليس صبر استسلام ولا صبر خدوع لأن كان لديه فعل من نوع آخر كان القوم يسؤون إليه وكان يحاول أن يهتم الدرس في معنى عندما يطبع لكن دور الإمام الكازم عليه السلام الترباء والثقافي ثم العقل المعرفي عند الإمام الكازم نخلص أن خط أهل البيت عليه السلام هو أن برأس العقلي والروح هو الوقداني يمثل لها وهذا الخط قيام الإسلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الزرورية نوية الملاحظ في سيرة أهل البيت ومنهم والإمام الكازم أن لا أحد منهم خان الوسيلة من أجل النصر لم يكونوا متأمرين لم يخرجوا أحد المتأمر الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج خرج عيانا بيانا لم يأسر لم يتأمر لم يؤسس جماعة سرية لم يقتل خصوم لم يغتل أحد ولكنه خرج علانية في سبيل الحق والمبادئ والرسالة ولذلك قدم أرواحهم ودمائهم في دان الإسلام والأم والإنسانية جميعا ولذلك كان الترس الحسيني دائما ما يصل إلى الفرقاء في العالم بأسري شارقا في الهند وغربا في الدولسي سابقا سيرة الإمام الحسين وسيرة الفضل أبو العباس سيرة تلهم كل باحث عن الحقيقة وعن الحق والإمام مصر كازم بحث عن الحق فأجد الحقيقة كما يقولون شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لدكتور علي أبو الخير الضيف العزيز القادم من مصر وشكرا أيضا لارتزامه بالوقت وعطائه لب اللباب والخاتمة خاتمة البحث الأستاذ المحاضر أشار إلى أن المحور الأول سيكون الحديث عن الوضع السياشي الذي عاصره الإمام الكاظم لا أسمعنا أي شيء أنا أتمنى أن يجيب حتى أعلق على هذا يعني عندي تعليق على هذا الجانب فأحب أن أسمعه أولا أولا أنا أقدم ملخص للبحث وليس البحث كله لو تطرقت إلى الظروف السياسية أو دور الإمام الكاظم عليه السلام الترباوة والأخي سنأخذ وقتا طويلا أنتم في حاجة لي أكثر مني وبالتالي البحث لديكم يمكن قراءاته والتعليق عليه لكن بصورة عامة الظروف السياسي أعقيد كثير منهم كثير من حضراتكم يعلمون ما حالس بينه وبينه مثلا هارون الرشيد لكن الظروف السياسية كمان كانت تتحتى موجود شخص معصوم مثل الإمام الكاظم فعليكم بالعودة إلى البحث عن ما يطبع وحتى لا أطيل عليكم أحسنت أنا أشير بكلمة مختصرة جدا أن هناك حديث رواه الحاكم النيسى بوري في كتابه المستدرك عن ابن مشعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال أحذركم سبع فتن بعدي الأولى تأتي من المدينة الثانية من مكة الثالثة من الشام الرابعة من اليمن الخامسة من المشرق السادسة من المغرب السابعة من بطن الشام أشير إلى أن الفتنة الخامسة هي فتنة العباسيين بلا أي أدنى شك حول هذا فما هي فتنة العباسيين التي وقف أمامها الإمام الكاظم سلام الله عليه فتنة العباسيين هي مواجهة مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم انطلق فيها محمد بن علي الحاقد الحاسد محمد بن علي بن عبد الله بن عباسي محمد هذا هو مؤسس الدعوة العباسية وهو المنظر لها أساس تنظيره انطلق من فكرة الشقيفة من ذا ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياءه وعشيراً وبالتالي طرحوا منطق العشيرة في ضوء منطق العشيرة اليوم سواء من السابق وإلى اليوم منطق العشيرة إذا وجد العم ووجد ابن الأخ فالوارث لرئيس العشيرة هو العم وليس ابن العم وهكذا البنت البنت لا ترث إذا ترك الميت إذا ترك تركه وخلف بنتاً واحداً هم عندهم أن هناك العصب ترث فبالتالي انطلق من هذا ليطور مدرسته في قبال مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم هذا في الحقيقة أشير إلى هذا وأنا صراحة بحثت هذا الأمر وجئت بمئة وخمسين نسخة حتى توزع على الباحثين لأن أدري أنا يعني ما قدمت ورقة بحثية ولكن احنا في مؤتمراتنا الإسلامية احنا عندنا حرية إذا هناك باحث وجاء ببحثه وتحمل أن يطبعه هل من حقه أن يوجعه على الباحثين على الحاضرين إذا كان من حقي فأنا جاي بمئة وخمسين نسخة توزع إذا مو من حقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً سمحت السيد على هذه الهنارة ونحن بانتظار هذه النسخة أين هي؟ نتشوق إلى هذه النسخة وإذا سمحتم سمحت السيد إذا سمحتم سمحت السيد جميل جداً هو هذا البحث إذا الآن يتوجع خلاص إذا سمحتم سمحت السيد أنا أطلب أيضاً من الأخوان باللجنة التحضيرية والسيد مقرر الجلسة أن يضيف هذه الهنارة كمحور للمؤتمر القادم في نسخته الثالثة حول الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه شكراً جزيلاً لهذه الهنارة سمحت الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم شكراً للباحث الموقر أنا أرى هناك عدم تمييز بين المواقف الأخلاقية والسلوك السامي للإمام الكاظم سلام الله عليه وبين مسألة الدور الدور يعني إنعكاس مدى إنعكاس وحجم إنعكاس هذا الدور على الأمة هذا من ناحية هذا لم يشبع وإنما أبرز الجانب الخلقي السامي للإمام الكاظم النقطة الأخرى النظر إلى الدور التربوي ينبغي أن لا يكون نظراً مجتزئاً يعني مثلاً في كيفية التعامل مع تلك الجارية التي صدرت منها إساءة أو مع ذاك الشخص أو القضية التربية مساحتها واسعة تشمل حتى الموقف السياسي يعني مثلاً الموقف الإمام الكاظم مع هارون الرشيد وتحديه لهارون الرشيد هذا يدخل ضمن التربية المتعمدة والمقصودة للإمام الكاظم للأمة أحسنتم أحسنتم مداخلة أخيراً للأخ يعني حجز رقماً لكن قدمنا سماعة السيد أقول ينبغي أن لا ننسى الهدف الأساسي أو العنوان الأساسي من المؤتمر وهو التربية عند أهل البيت واليوم عن الإمام الكاظم والإمام الكاظم أستعين بكل ما طرح من مداخلات لا سيما السيد البدري مثل الإمام كمثل سورة الفاتحة والفاتحة هي مفتاح لكتاب فيه تبيان كل شيء فمهما أخذنا في التفاصيل لن نصل إلا إلى القليل من دور الإمام الذي لو لا وجوده كل إمام من المعصومين لساخت الأرض بأهلها إذن الإمام مثله كالينبوع يخرج العطاء العلم والتربية وهذا العطاء يتسع بدوائر متسعة عبر الزمان والمكان بعض البحوث قدمت أثره كما الشيخ البصري بعد ألف سنة وهذا جيد فعلى اللجان أن تأخذ الأثر المباشر والأثر غير المباشر وهناك آثار غيبية لا نستطيع أن نصل إليها من الآثار كما في الحديث انقطع ذكره إلا ثلاث أولاده الكاظم ومن الآثار علمه الذي ما نزال نستقي منه ومن الآثار مواقفه السياسية وهي الأهم هي حلقة في سلسلة الإمامة التي هي إيصال رسالة الله في إكمال البشر والوصول بهم إلى أكمل ما يمكن بحسب استعداداتهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم أحسن كثيرا أكتور حقيقة ومن الآثار اجتماعنا هذا وجمالية هذا المؤتمر ما زال الحضور متواجدون في هذه القاعة فإندل على شيء إنما يدل على التفاعل الجميل بين المتلقين والباحثين أنا أعتذر من جميع المداخلات الأخرى يعني ثلاثون دقيقة فقط تفصلنا عن نهاية هذا المؤتمر عشرون دقيقة للباحث وعشرون دقائق للمداخلات وأعتذر من الضيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر